ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور الدرجة الأولى لكرة السلة فاز فريق نادي النفط على فريق نادي الحلة بفارق أربعين نقطة وبواقع تسعة وثمانين نقطة مقابل تسعة وأربعين نقطة في المباراة التي جمعتهما على قاعة حمزة نوري في محافظة باب الله أكيد استعدادنا نحن كمجموعة أفضل من نادي الحلة لغم أنه قلت الإمكانيات بالنسبة للنادي الحلة الفترة الأولى والثانية أكيد بيّنت التقدم الواضح لنادي النفط ولهيمن على المباراة إن شاء الله تخرص المباراة على خير الحمد لله قدمنا مباراة ممتازة أتدري إحنا فريق شباب أغلبيته والإدارة راهنت على لاعبين شباب حتى تبني جيل جديد يقدم مستوى مميز ويرفد المنتخبات الوطنية إن شاء الله في الفترة الأولى من المباراة استطاع النفط من تسجيل اثنين وثلاثين نقطة فيما سجل نادي الحلة ستة نقاط وفي الفترتين الثانية والثالثة ظل النفط مسيطرا على مجريات المباراة واستطاع من تسجيل ثمانين نقطة مقابل تسع وثلاثين فيما دق النفط آخر مسمار بنعش الحلة بإضافة تسع نقاط أخرى إلى رصيده لتنتهي المباراة بفارق أربعين نقطة فريق الحلة فريق شبابي فريق جيد انتهت بفارق أربعين نقطة أكيد نحن نستعد مباراتنا القادمة راح تكون مباراة فيها الأهم يوم خمسة وعشرين راح تكون مع فريق الحشد بعدها راح تكون مباراتنا اللي يعتبرها الفريق المنافس على اللقب هو فريق الشرطة راح يكون يوم أربعة وخمسة أكيد فريق نادي أدي مستوى متصاعد وإن شاء الله تكون المباراة القادمة هي اللي يكون الأفضل بصراحة والمباراة الفاصلة مثل ما قلت لك راح تكون يوم أربعة وخمسة الحمد لله وشكر فريقنا جاهز كل اللعب يجاهزين اتمنى تعمل بصحة جيدة أول شي مبروك للفريق النفط الفوز مالاتوم هارد لك فريقنا نعم فريق نتيجة كبيرة لكن الأسباب واضحة أنه فريق نادي الحلة فريق شبابي يمتلك حلاصر شبابية إضافة لهذا قلة الخبرة عندهم واحدة من أسباب خسارة طبعا أكيد الاحتياط يعني ذكت الاحتياط حقيقة هماتي أنه فقيرة جدا إضافة لهذا أنه لاعبين أول مرة يلعبون دور ممتاز فيما قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة انطلاق المرحلة الثانية ليندية دور الدرجة الأولى بعد عطلة عيد الفطر المباركة حيث سيعلن الاتحاد المركزي في وقت لاحق نتائج البطولة بعد المصادقة عليها من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من دور أندية العراق للدرجة الأولى من محافظة باب المحتزي العبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر